من القطر أن تنظر إلى مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش أهلا بك أحمد نتابع كنا هذه الصور المباشرة من تل أبيب للمواجهات التي تجري في هذه الأثناء بين المتظاهرين وقوات الشرطة وكذلك هناك تطورات أخرى تتعلق بإلغاء رحلات داخلية بين مطاري اللود وإيلات حتى صباح الغد الكثير من التطورات ضعنا في أجوائها بالفعل نبدأ بما يتعلق بصفقة التبادل لانطباع العام الذي يزداد عند كثير من الإسرائيليين عند متحدث بعد آخر في وسائل إعلام إسرائيلية أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عطل المفاوضات على المدى القصير لكن أثره على المفاوضات بشكل عام وعلى احتمال التوصل إلى صفقة ليس واضحا حتى الآن خصوصا على ضوء التقديرات المتعارضة التي تطرح في وسائل إعلام إسرائيلية حول دور هنية فيما يتعلق بالمفاوضات خلال الأشهر والأسابيع الماضية كانت إسرائيل تدعي وجود خلافات داخل حركة حماس حول الصفقة أحيانا كانت تدعي أن هنية يؤيد التوصل إلى اتفاق وأن قيادة حركة حماس في قطاع غزة هي التي تعارض أحيانا كانت تدعي أن هنية الذي يعارض وأن قيادة حركة حماس هي التي تؤيد أمور كثيرة كانت تدعيها إسرائيل وتروج لها خلال الفترة الماضية لكن على أرض الواقع من غير الواضح كيف سينعكس هذا الاغتيال على المفاوضات عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين لم تعبر عن رفضها عن الاغتيال على الأقل حتى الآن لكنها اختارت منتقدة لما حدث أن نتنياهو اختار أن يذهب وأن يجر الإسرائيليين نحو التصعيد بدلا من أخذهم نحو الصفقة التي من المفترض أن تعيد المختطفين الإسرائيليين وأن تنهي التصعيد على حد تعبيرها بالتالي هناك ترقب كبير لأثار الاغتيال على المفاوضات مفاوضات الدوحة مباحثات القاهرة عفوا التي عقدت في وقت سابق اليوم عقدت بأمال منخفضة منذ البداية وتبدو أنها محاولة لجسء نبض أكثر منها تقدم جدي في المفاوضات خلال الفترة المقبلة في كل الحالات من غير المتوقع حدوث تقدم في المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة أولا على ما أعلنت عنه حركة حماس منذ قليل عن إجراء مشاورات داخلية من أجل اختيار رئيس للحركة ربما يرحل هذا الأمر إلى ما بعد انتخاب رئيس للحركة لكن أيضا على ضوء الخلافات الكبيرة داخل إسرائيل وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما طالب تعتبرها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية غير ضرورية لكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى لحظة الانفجار التي يخرج فيها غالنت أو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أو رئيس المساد أو رئيس الشباك إلى الإسرائيليين صوتا وصورة ليقول نتنياهو يعرقل صفقة التبادل عندها يمكن توقع حدوث تغيير في إسرائيل التلفزيون العربي